اشتركوا في القناة او رصيدة في النهاية كل الطرق تؤدي الى الحصيلة التي يجمح المتسابق للهروب من خشبة المسرح في كل يوم سبت ضحب كثير ليش يقول بخاطري الكثير رفع طلب للإدارة بلقاء مش استثنائي بحقه لان الاستثناء دائما استثناء الاشياء التي تأتي من دون مقابل لها في طلب هاللقاء وافقت الادارة وسعت جدا انا بهاللقاء لعل وعسى اني احصل في داخل كلامه واستضافته معي اليوم بعض الاعمال التي تعيني لفعل الخير ان شاء الله لنجاح المنافسة باسمي واسمكم ورحب بضيفي في هاللقاء شخبوت دوسري يا هلو سهل يا شخبوت يا مرحبه والله مسهلة تراحي بالحياة هو شي يشرفني اني معك في هذا اللقاء ومرحبه بك زود الله يشرفك ان شاء الله شخبوت قبل تلقي على المشاهد بطاقتك التعريفية هل يستحق ما خسرته او دفعته على هاللقاء اللي دفعته نعم انا شوف انها يستحق اللي يجعلها جلستي معك حسوبة ويشرفني والله الله يشرفك ان شاء الله طيب انطلاقا من شخبوت لمن لا يعرفه انت عارف انه الشاشة متجددة وطالما انه على مضي كل ثانية ينضم مشاهد جديد من هو شخبوت شخبوت يطي العمر هو نفسه شخبوت بن مسهل انا ولد منه وقليل العذريب كم دير تم طيب ابوي عرهاتني هذا شخبوت باختصار من عم فيك وفي والد من تمثل وجميع المتسابقين وكذلك المشاهدين ما عليك زود موهبة شخبوت موهبته عدم التصنع في كامل حياته في كامل حياته ودامها طرية التصنع انصح ليلبس له ثوبة مهوب لها يطلوح في ثوبة خارج اسوار القناة ولا في القناة النصيحة هذه والله يا زيادة انا يقولون دامك بتظهر مع زياد حاول انك ما تجاوب اجوبه يعين وسطها اسيلة وهذا اول سؤال التصنع يطل عمر وده داخل القناة ولا برا موه بحلوة ودك يا الواحد انك على طبيعتك مع اني انا جاني توصيات قدام ادخل البرنامج قالوا غير من طبيعتك وانت مواجه لك عالم جديد وجمهور جديد ولا تدري ولا 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 لازم انك تغير ودخلت يمكنني شبه مقتنع بكلامهم ويوم دخلت قلت له ما بقى على طبيعتي وانجح بطبيعتي والحمد لله تشوف انك نجحت؟ والله ان شاء الله اني ناجح وكيف وزنت وكان مقياسك لها النجاح؟ النجاح يطول عمر أول شيء جعلنا ناجحين عند ربي ولا نجحنا عند ربي يطول عمر قبل وانا خلقه هذا قبل كل شيء وان شاء الله اننا ناجحين ومحبة أخيي ان شاء الله والإدارة هذا تكفي عندي من النجاحات كلها الكل يحبك متسابقين وإدارة؟ كلهم يحبوني واللي ما يحبني بيحبني طيب من المتصنع في داخل أسوار هالقناة؟ ما يدري والله انا اقوله هو يدري بنفسه يمكن ما بعد شوف المتصنع هنا ولا برا يمكن لذا الحين ما بعد درو العرب انه متصنع فانا اقول دام العرب ما بعد درو انك متصنع ودك برا ودك حاول انك تنسح من صحابتك تيكي من التصنع وتصير على طبيعتك يا الشخص لأن الإنسان والله ما ينجح إلا إذا كان على طبيعته وسجيته حتى لو انها تقول انك ما تنعب طبيعتك خلك على طبيعتك تتوقع ان في من يقول انه شخبوت متصنع؟ عكيد وش ظنك؟ كيف ممكن نرد عليها؟ رد عليها قولي ممكن انك صح وش لازم انك تقنع العالم العالم لون ممكن تحججها ما قنعتهم الله وهو الله ما سلم منهم يقولوا انه اتخذ الله ولده في كيف عاد شخبوت انسان بسيط ويقولون له متصنع هنقالوا متصنع بصرهم خليهم يقولون متصنع وش بيضرني؟ كلامهم بيضرني؟ ما بضرني؟ نبدأ من النهايات شوي الاسبوع اللي طاف كان فيه تحت الضوء اسلم تشوف انك اخذت مكان غيرك وجلست على الكرسي انت ما تستحق انك تكون خارج هالمنافسة ذاك اليوم بالذات؟ اول شي يطوي العمر خذيت هنا بفعل وجهد اخوان وخوات من بره المنتجة على شي شاهدوه الشخبوت خلال ذا الشهر وتعبوا واثمر تعبهم ولازم اني استخدم ذا الميدالية حتى شي انت في حقي اني ما استخدمها شي انت في حقهم اني ما استخدمها ولا قدرت تعبهم لكني يوم استخدمتها وجاء محلي رفيق غالي اقول له انا والله صادق ودي والله اني محل يوم دريت ان الشخص افلان تعليقك على اللي استهام بها الميدالية وما قدر قيمتها المعنوية والله في هذاك اللقاء انا انا من داخلكم من داخلكم يا اعلاميين داخل لكن انا ودينهم يوضحون للي برا لان انا داخل قدني عارف انطبعكم وعارف انسنعكم ليش لغة الجمع؟ عارف انسنعكم انا من يومني بزر وانا اسمع في المجال اسلام انه قالوا خبث اعلامي وستخدم ماذا داني الخبث الاعلامي ويوم جيت انا هنا اتضح لي كلمة الخبث الاعلامي اللي خلف الشاشة ما يدري انت وش بينك وبين الشخص دا احيانا اني يوصل الكلام الى انه تقول بس تدالا اللي يشوف انكوا الشاشات انهم تواصلوا عرف لي الخبث الاعلامي فيه معروفك ومنظورك الشخصي الخبث الاعلامي يا طوي العمر هو نفسه الخبث الاعلامي يسميه خبث بمجرد كلمة خبث تكفي عن تعريف كامل لا عينت لك كلمة لا تبحث عن التعريف كامل خبث وش تدور وراء كلمة خبث وجدتها الخبث داخل أسوارها القناة نعم بنسبة بنسبة تسعة وتسعيم ونص من المية كيف طيب صابر على هالخبث إلى الآن ولا وصلك هالخبث حتى أنت والله هو خبث ترى خبث اسمه خبث إعلامي لكن أهله يكرمون من الأمور كلها لهم كلها طيبة لكن هو هذا سياسته لازم أن يسوي الشيذاء علشان مثل طريقة علي الغامدي يرس علي الغامدي سألني قال وش رأيك اللي هو سعود وعلي ونواف ليه ما شركت فيه مرحبا لي يوصلون لك لين أنت ترد عليهم برد مقنع هم مقتنعين ويرجعون بالعاطفة مثل أمس قالوا كيف أنت أنك أقوى واحد نعم أنا أقوى واحد في المشاهدات أسبوع لي راح ويقولها جمهوري راح وقال طيب أخوياك اللي معك شف يبي يستعطف يبي يستعطف أخوياي أنا وإياهم متخالصين لكن يبي يستعطف جمهورهم شف كيف يقولون يعرف يأكل الكتف هو ما كلا الكتف كلا الذراع بكتفة أنتو إياهم خالصين يعني أنه بستصغركم يا شباب واسمحوا لي وين تقول أخوياي أنا وإياهم خالصين ولكن هم ما يبحثون عن شيء بداخلهم لا أخوياي أخوياي مقتنعين أخوياي مقتنعين بالشيذاء اللي يجي عليه يطوي العمر أنا قلت أمس ما تكلم إلا بواقعية وأنا لقائي هذا واقعية وعفوي لأبعد درجة الكل مقتنع قل لا إله إلا الله يقتنعون ولا يقتنعون خوياي بعضهم يتابعني قدام لأدخل البرنامج كجمهور لك نعم ما شاء الله يتابعوني قدام أدخل البرنامج جيت هنا وتعرفت عليهم وزاد فيني ظلع معرفتهم كلهم وشرف اللي معرفتهم كلهم فليه ما أقول أن لي متابعين من قبل ولي معني ما أعد نفسي يعني لكن فيه ناس يعرفوني واللي ما يتابعني واللي ما يتابعني منهم يوم جاني قال اللي يقابل واحد في الاستراحة ولا ولد عمها قال ترك بتحصل الشخبوت قدامك فليه أنا ما أقول ذلكل كلام أنا أقوله بثقة لكن يستفزك المذيع وإذا رديت برد صحيح راح يستخدم العاطفة ليه أنت لا ما استصغر أخي أخياني أنا وإياهم كل مننا مكمل الثاني عندك هالأرقام ما شاء الله تبارك الله نعم إيش حاجتك في تواجدك في برنامج زي هذا والله أبي جرب أولا أنا أشوف البرامج اللي قبل وشوف طريقتهم داخل وشوف وصدقهم هم عايشين في كذب يعني أصدق يعني الأجواء الداخلية كمدعيين كنت أصدقهم وقلت لازم أما العرف فيهم بلاء ولا أنا ذيني بلاء يعني أنت ما كنت مؤمن باللي حاصل وقتها ما كنت يعني بعض الأشياء كنت ماني مكتنع فيها ويوم دخلت هنا تريت أن يعني بنسبة كبيرة بعض الأمور إنها كلها أنا تعلمت من البرنامج وتعلمت من الأمور اللي داخل اللي هي كلمة شو شو يعني كثير البرامج كم نسبتها يا شخبوت الشو في البرامج أنا اليوم النسبة معلقة عندي 29 يعني أخوياك شغالين أيام الإطافة وأنت من ضمن الكوكبة هذه شغالين كذب ولكن محترم على المشاهد نعم وأنت كذلك شغالين بكذب لا مهو بكذب شغالين بشو يستصنع بعض الأحداث تستصنع بعض الأمور يعني يحصل فيها كذا والكلام مهو بالمتشاركين هنا أو بس أنا أقصد البرامج اللي قبل وأقصد أنتم يا مقدمين ومتسابقين كذلك نعم مراكزة أساسية نعم يعني نوصل إلى نقطة أنه المتسابقين وش هم لا لا المقدمين والمقدمين وش هم لا لا المتسابقين يعني نوصل إلى نقطة بكل بساطة عشان يفهم بس المشاهد أنه صابر ومتحمل وساكت ومشي الأمور أنت الأيام اللي طافت تدري أن في أمور جاسة يعني تصنع وتطلع على الشاشة وهي في النهاية فبركة ما هي بصحيحة لا ما هي بعد كلها بعضها صحيح وبعضها لتسعة وتسعين نعم الواحد والمية الواحد الواحد ذا يقول القليل الدائم وللكثير المنقطع الواحد ذا يمكن هي تبارك وقد هي أغلب من التسعة وتسعين تتوقع أن أبي تبارك على قولتك إن شاء الله أنا أبي تبارك ذا الواحد وبتغيروا وجهة نظركم في ذا الواحد يمكن يزيد تنقص نسبة التسعة وتسعين لأن توصل أنا ودي أنها توصل إلى سبعين في المية إذا وصلت سبعين في المية أنا أقول الأمور ما بيها توصل مية بالمية سبعين بالمية تصير الأمور طيبة لغة الأنا عندك عالية جدا وبنجيلها إن شاء الله في محور موجود معي وعدتني تكون صادق نعم وهذا معاهدنا عليك إن شاء الله غياب لأيام ما هي بيوم ولا يومين ولا ثلاثة عودة عقوبة كيف تفسرها يا شخبوت كيف العقوبة العقوبة اللي فرضها أنت بعضها سألتك مهو برادا علىها أقول تدعيها لأ واحدا دكتورا في القامعة كيف تفسر العقوبة اللي وجهت لكم الأستاذ تركي الدوسري بعد الغياب لعدة أيام أول شيء يبو سلطان وهم بحاكم الله بشيء ألم قال حق تشوف أنها يعني كان والله العقوبة مقابل الخطأ كانت مناسبة لا أشوف الخطأ الخطأ مجرد يطويل العمر أترك منك البرنامج هما البرنامج مقدرين كأخوية ودخلين معنا وندخلين معهم أسمع أسمع ودارين أسمع ودارين بالظروف أنا ما بعد كمات كلامي لكن أنا أتكلم عن اللي يشاهدني خلف الشاشات أنا ودي هو اللي يعذرني ولا أنتم عادرين يدارين وش وش تشوف أن اللي خلف الشاشة أرضي وقبل العذر لا أنا ما قلت أنه رضاء أنا أقول ودي أنه اللي يرضى ولا أنتم خويانة وبترضون إن شاء الله لكن اللي خلف الشاشات ملايين الملايين وكبير سن وصغير سن ما يدري وش الحاصل إن شاء الله أنه هو اللي بيعذرنا تشوف أنهم رضاء أنا أشوف الرضاءهم أهم الرضاكم يا إدارة طبيعي لأنك جيت تبني للمشاهد ما جيت تبني للإدارة حتى المتسابقين يكون المنافسة والنجاح بشكل شخصي أنا يا شيخ بوط جيت أبني نفسي إذا بنيت نفسك صح إذا بنيت نفسك صح أترك منك كلمة صح إذا بنيت نفسك بدون تصنع فأنت ابترضي إن شاء الله المشاهد واللي هو راضي بيجي فترة وبيرضى وبيقنع يفديت يقال تلهم لك سؤال أنا أحس لاعب في حسبتي إذا السؤال اللي جره من أقصى لكن تعويلا على اللي راح من بداية الحلقة يقال أنه ما بين الثقة والغرور شعرة تشوف أنك تجاوزتها ولا باقي تلعب حولها أين في مثناتها مثل ذا الدرعها ومرنا أتمسك في الغرور اللي على حق ومرنا أتمسك في الثقة اللي على حق كم نسبة التي ليست على حق خلال أيام البرنامج واحد في المئة اللي هو بعد التسعة وتسعين نعم التسعة وتسعين كلها على حق إن شاء الله المشاهد الحكم في النهاية طلاقة لساني أشيخ بوط ما شاء الله تبارك الله وتصدي لأغلب المواقف خلال فترة البرنامج وقيادة على أغلب المتسابقين من وكلك؟ وكلت نفسي بصفاتك؟ بصفتي أخوهم الصغير وكافيهم هم كلهم أطيب مني وأكبر مني قدر لكن إذا كانك يطويل العمر هي مهبة على عمر ولا ولا إذا كان أنت تشوف حتى حيانا تحت البث يجيك بعض المتسابق ولا ولا يجيك يستشيرك في موضوع ليه أنت؟ ما تصير قدوة القدوة مهبة العمر فيه يطويل العمر القبيلة اللي جاء عمر بن الخطاب يوم تولى الخلافة ظهر صغير منهم قال يرجع في القوم أكبر منك قال لو أنها بالكبر يا عمر بن الخطاب لا في القوم أكبر منك وخال الله يتكلم فيمكن كلهم والله أطيب مني لكن أنا أشوف أني كافيهم بلا بكلام ولا هم كافييني بالعلم الطيبة كلها ما تشوف أن فيه أشخاص متأذين من الدور اللي أنت لابسه؟ والله أنا ما أشوف وإن كانهم شايفين بيرضون أو إنهم متوذين بيرضون بيرضون إن شاء الله أنهم يرضون ما لهم إلا الرضا فيه شي عند شخ بوطي ممكنكم ما تعرفه أحيانا اللي شفت رفيقي احتس مني حتى لو أنها من غير قصد أو أو أحاول أني أرضيه موهب على البث لأنني لو أرضيه على البث بيقولون أيه بس يعلمنا أنها أرضاه لا أمسكه من تحت البث خوي إذا رضى علي ما عد علي من كلام الناس اللي بره أرضيه أحيانا يجي الواحد مو معصوم من الخطأ أما تظهر منك كلمة تحس خاطر رفيقك أو تشوفها أنت خاطر محتس منك ودك أنك دائما أنت اللي تبادر وتعتذر منه أما يقنعك ولا تقنع كاميرا فيه قمسكته تحت الهواء وقتذرت منه والله واجد تشوفهم كلهم خطأ وأنت الصح لا بعضهم سوء فيهم بيني وبينه وثاني شينا هنا كثيرنا ضغوطات وها وها لكن اللي جيته يطوي العمر له فرح مجيك صوبة سنه يحتري منك كلمة وأنت كذلك تروح وتخلص أنت وياه في ثانية قبل فترة ما كان شخبوط على الهواء وكذا أسمعه أصوات تعالت ظهرت في مايكات اللي كانوا على الهواء وقتها إيش اللي حاصل وقتها هل شخبوط في المسألة ولا لأن الجمهور أول على أسماء ثانية بعدها رجع على شخبوط أتمنى هل اللي بتسامى وراها إجابة صادقة والله أنا وعدتك بالإجابة الصحيحة لكن دل حين أنا وعدتك وقبلها وعد اللي اثنين يسوين عيوني أن الموضوع مرة ينتهي عند شخبوط حتى لو في خطأ على شخبوط أو على حد ازملاه طبعا مو من متسابق ولا أو جاي أنت بيلك شيء ولا حصل وظهر لفظ وجاء لفظ أقوى منه من شخبوط كان اللفظ ولا من شخص آخر لأن الجمهور مو متأكد أول شيء أنت لا تحاسب ردة الفعل حاسب الفعل نفسه خص لا جاك من شخص غير متوقع صوت شخبوط كان موجود ديك الفترة ولا لا نعم طيب بس جواني اثنين يسوين عيوني وأنا علمتك وعدتهم أنها تنتهي ومن عادة شخبوط لا قال انتهت انتهت ما عاد يرجع فيها وعيد أنت شفت لكن أحب مسي على أبو عبدالله اللي هو ناصر الغامدي أبو عبدالله يمدح قدام لدخل البرنامج يمدح كرجل فيه ترف غرق يمدح كإعلامي كشاعر كمنشد وفيه شخص يجمع بين الثنتين يمدح كرجل ويمدح أنه متقن شيئا فأبو عبدالله جامعها ويعلم الله ما قلت ذا الكلام إلا أنه والله يستاهل ويمكن للكثير ما يعرف أبو عبدالله كثر مننا عرفناه ودخلنا معه هل هل كلام اعتذار اللي حصل ذاك اليوم لا لا مهو باعتذار أنا الناس اللي وعدتهم منهم أبو عبدالله ومنهم أبو معتز لكن كلهم الله سبع عام اثنين لكن بما أن الموضوع تطرق فيه أبو عبدالله أبو عبدالله عندي يسوى شيء واجد طبع من الحب هذا فيه وكمية الاحترام ليش كان الخطأ منك ذاك اليوم وألفاظ حتى ما تعتبر منه أبو عبدالله بخص أبو عبدالله داري المخطي مهو بشخبوت أبو عبدالله مش معي على هولا أنا داري أبو عبدالله بخص ولهو داري أني أنا مخطي وشخبوت أصلا مهو قائل ذا الكلام اللي قده جاينا أعبر منه أبو عبدالله تزهاها بيتين تزهاه وتزها لي مثله شرواه يقول علي الحرام إنك سنافي وطيب راس علي الحرام إنك سنافي وطيب راس ورعى وقفة تنشاف لا جات حزتها يا ناصر عطاك الله يا ناصر عطاك الله قبول ومحبة ناس وطلاقة إحجاج وفعل يمناك ثبتها والله أنها تزها أبو عبدالله ناصر الغامدي عرفناه كإعلامي وعرفناه كرجل صح حسانك استاهل أبو عبدالله استاهل ما كان بالإمكان تدارك الموقف اللي حصل ذاك اليوم ما لكله لأن الموقف بعطك إياه من بره الموقف مهو بالجمهور الجمهور يستحق أن يطلع على العمقل الجمهور لو أنهم طالبيني قدام يطلبني أبو عبدالله علمت أناهم لكن أبو عبدالله إذن إذن ما أنا لا خلني علمك لا لا دامك بدأت تذكر لي الموضوع بحذفيره خلني علمك ماذا أريد بالتلنيه؟ خلاص بأعطك إياها بحذفيره لا لا شخبوط يطول عمر يام جاء وطلب الشيء ذا ما طلبه النفسه طلبه للجميع وحصل اللي حصل نفذ للجميع طيب مستقبلا نفذوا الشيء هذا إن شاء الله إنه إن شاء الله بينفذ بينفذ عانكم الله على ما تمرون به يا رب تعدي هالأيام على خير كم مرة رددها شخبوط في البرنامج شخبوط يرددها حتى برة أنت ما تبي الخير في أيامك لا في دوامك حتى ولكنك تمشي دوامك بعد المرور بأزمات في أي شغلة قل الله هنك تعدي هالأيام على خير مرت عليك هالعبارة وأنت تعنيها حرفيا في البرنامج يمكن تذكرنا موقف؟ والله إني مدري استهنت بعقلية نواف التميمي في حلقة الرادار البارحة وذكرت أنه إذا كان الجمهور نفس مستوى عقليتك ويفهم كذا ما أدري وين مستوى عقلية نواف في نظرتك شخبوط مستوى عقلية هي طول عمر الكلام له هو العلي الغامدي كان نفس موضوعهم اللي البارح اللي هي أنا ما أبغى أعرج على الموضوع لأنه صرفي لا أحب ما أبغى أعطيك علمهم لا لا تعرج أنا حتى للمعلومية ترى كلمة تعرج ما أعرفتها اللي يوم دخلتنا هنا شو تعرج ودي ما أعرفتها اللي هنا إن شاء الله نزمان مبروك اللي يعرفني للكلمة إن شاء الله لكن نواف أنتم اتخذتوا معنا كلمة يوم دخلنا قلتوا أي شيء يصير أو أي كلمة نقولها لكم وسعوا خطاركم فإننا نقول مثلكم أي كلمة تجيكم وسعوا خطاركم تروحون يا طول عمر وتقولون قلبه و و و حكيتني برد عليك برد وش ظنك بأعطيك نفس وزنتك أنا أتخذ إن عطيتني كلمة بأعطيك أقوى منها شوي ومزحت معي مزحت معك أقوى منها شوي بأعلى فعلي أمس يحاول استعطف الجمهور أنا فاهمه علي أنا بأخص شوف نعلي في حاجة جمهور استعطفهم نعم لو ما في حاجة جمهور ما جهنه ونواف نواف كذلك وين عقلية نواف علي وزياد كذلك وين عقلية نواف علي عقليتهم بعد في اللقاء ذات في النقطة ذيك في النقطة ذيك يمكن يمكن ما الله عنهم على بعض الكلمات لكن قبلها وبعدها اكتمل عقليتهم الحمد لله إنها اكتملت عقليتهم في عين شخ بوط لأنه يهمهمها شيء أكيد كثير نعم تشوف إن القناة في حاجتك إي أو لا والله أول شيء يطوي العمر شخ بوط أرجوك إي أو لا لن عندي سؤال بعدها تشوف القناة في حاجتك لأنني لو قلتي عينت لك سؤال وين قلت لك لا عينت لي سؤال اشترا خلني أعطيك خلني بما أنك وعدتني بالوضوح بخليك والله وبعطيك وقتك القناة في حاجتك ولا ما في حاجتك كل طيبين في حاجتي يعني القناة في حاجتك بس بطريقة محترمة نعم والدليل أنهم نزلوا مقطعك رغم كلامك لهم أنه لا تنزلوا مقطعي نعم نزلوا مرتين ترى ما يبحثون عنه يبحثون يدوروا لي الخير هم يقول لي الخير أنا متأكد طيب طالما أنك ميقين أنهم يبغون لك الخير لماذا تطالبون بحذف المكتب أحيانا يا طول عمر أنت تدري أن الشيء ذاه فيه خير وداخلك يقولها الخير ذا ما بيه توصل لذي المرحلة كل شخص يوصل لها فأنا في ذي كل لحظة الشغلة ذي ما بيها والسبب؟ السبب ما بيها لا أكيد لا يوجد رفض إلا سبب بها ما بيها أنا أرى أني ما بيها تعطي فرصة لغيرك من أخيك أنه يوصل يمكن أن يوصل فرصة يمكن أن يمك تنعب الفقرة يمكن تشوف لك الفضل في إهداء الميدالية الذهبية العمر من هدال أبو هدال يستاهل كل علمان طيب ولكن انسحابك من التصويت ترى أنه في فضل للشخبوت؟ والله أول شيء يطوي العمر ما دخلنا ذا البرنامج إلا منافسة وأقولها عند عمر وأقولها عند العيال ودائما تحت البث نتحدى أكثر من تحدينا اللي يظهر هنا متأكد أني لو دخلت فيها صار فيها تنافس أكثر من التنافس اللي صاربس وهل حيصل عليها عمر ولا بتحصل عليها أنت؟ وين؟ لو دخلت فيها نحصل عليها عمر يستاهلها ونحصلت عليها فنرعيها الأول ولا خايف أنك تدخل وتخسر وتبغى تفوز بالأولة دائما الأولة دائما ما لها مثيل هم الأولة يا الرجال في كل شيء عليك بالأولة أول ذهبية في كريزما الأولة هي غديلها رونك خاص وتركت الفرصة لغيرك من أضعات لا لا فيه فرق أنا ما أنا مقتنع بالفاقرة نفسها اللي جعله يطوي العمر علي في لقاء مع مهند قال مهند بعض المشاهدات فيها وهمي قال اشتر وهمي وأمس يقول ماذي أنت مشاهداتك وهمي علي مع تناقض من اللي قال للآخر اشتر وهمي علي يقول المهند نعم يقول اشتر ادفع علف وخمس ادفع اشتر وهمي كم شخص شراء من المتسابقين والله هني مدري عنهم ما عرفت الوهم اللي يمجيت القناة والله ما عرفته اللي يمجيت هنا ولا علموني أنك تدري أن مشاهداتك حقيقية لانتشوف عدد لايكات اليوتيوب أول شيء اليوتيوب داما انا بعرفه ولا لي قناة انفي ولا انا بعرف طريقتك سويت خير أنك سمحت لغيرك يفوز بالميدالية الذهبية وان كان ضعيف يقوى شكرا لك شخبوت وياك اسم شخبوت مستهدف وكأنك ترسل رسائل غير مباشرة للمشاهد الجديد اللي ما عارف شخبوت وطبعا أنت مؤمن في مشاهد جديد ما يدري منه شخبوت أنت قاعد ترسل لي رسائل غير مباشرة أنه أنا مستهدف وهذا يوحي للعقل بأن إيش أنت شخصية مهمة وشخصية عليك كلام كثير وحولك كلام كثير ما تسمي هذا خبث إعلامي؟ كيف خبث إعلامي؟ اللي هو خبثكم يا العالميين أوهم الجديد أول شيء أنا ما بعثرت مثلكم يا العالميين أني أوهم الجديد بأني مستهدف وحولي كلام وأنا شخصية لها مكانتها لا قل لا إله إلا الله أنا أول شيء طول عمر ودي أني أرضي اللي يعرفني قبل اللي ما يعرفني هم اللي ما يعرفك قد قالها الأولي اللي ما يعرفك ما يذملك فأنت جالس تدلس عليه بأنه أنا مستهدف لا مستهدف أنت لك أسبوع للحين أتحدى أي فقرة ما جاء فيها طاري شخبوت أي فقرة ما جاء فيها طاري أدرى ما به أنت قبل شوي طاري الميدالية الذهبية تقول أنت يا شخبوت استخدمتها وفي ناس أخطأ المفروض موضوع أنت هذا كل يوم خلاص معد الطريه والدور وراه مواضيع أخرى حتى وإن كان صاحب هذا الموضوع أخطأ حتى لو أنها أخطأ لا الخطأ لا يريد أن يعالج خطأ ظهر على الشاشة لازم أن يعالجه على الشاشة ما مثل يطوي العمر حتى لو أنك بتعالجه على الشاشة عالجه في نفس الساعة أو في نفس اليوم مطاط الدعوة وطالة المواضيع فيها أنا أشوف أنها أنا أشوف أنها خبث إعلامي بصفتك للمرة الثانية بصفتي شخبوت الإعلامي أو الغير إعلامي غير الإعلامي المواطن العائدي الصادق اللي إن شاء الله أنه مرضي لربه ولا رضى ربه واللي ما يرضى حيرضى إن شاء الله والرفيق اللي يظنونه ما تغير سمعني إياها هذه أبيات الشاعر ابن العم خالد بن مدعه ومسي عليه بالخير وسبع عام يقول الرفيق اللي يظنونه ما تغير فيه رفيقه كامله والكامل الله من سبو دنيا و دينا ومن يبور بصاحبه يبور بكرة في شقيقه قاطع حبال المعرفة مثل مقطوع اليمين صح حسان القائل والناقل وظفت في مكان حساس هالأبيات من اللي يباع الثاني يا شخبوت لا باعني ولا بعته ليش قلتها وجدت على بالك يا أخوية يقول الرفيق اللي يظنونه ما تغير فيه رفيقه أنت فهم ترا أحيانا فاهم يا شخبوت ولكن توظيف ما لك شخبوت بعد إذنك لبيك لقائك أمس وظفتها في مكان أنت وقتها وصلت إلى أعلى لفل من النرفزة للموجودين أمس معك على اللقاء ليش التوظيف هذا فيه شي عندك ما نعرفه كمشاهدين لا ما عندي شي أنا اللي يطري علي يقوله لساني وده وأنا أدري أن مشكلتي صراحتي أحد مشاكلي صراحتي ما حاولت تعالجها المشكلة لا بشترك مستنسة لها مع أنه أدري أنها مشكلة ومستنسة لها إلى أين مستقبلاً إلى إن شاء الله الخاتمة الزالة يا رب كلنا نتمنى هالأمني أكيد ولكن في الحياة الدنيوية إلى أين شي خبوت إلى إن شاء الله هدف معين وإن شاء الله أني بصلى وين بنشوفه بعد ثلاث أربع سنوات إن شاء الله إن كان هناك تخطيط وين بنشوف بتشوفني إن شاء الله في مهرجان الملك عبد العزيز فالك البل تعزل عرب بطة ول الشرب يوم الدراهم قليلة ولبل شفاقة من أولاً ما يعد الرجل لا أغرب إلا لي أجاب له من غربته هناك أدري إن أكثر ذا العرب يلوم شخبوط البل 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 هي اللي تطلق وجه راعيها فالك التوفيق إن شاء الله وياك جال عم الكتير لو أتيح لك الآن إنه النصيحة راح يسمعها كل البشر وجد على وجه الكرة الأرضية إيش راح تقول والله الطاعة أدري إنك بتقول إن شاء الله أنهم بيطعون ربهم أقول لهم يسلمون من التصنع أي إنسان سالم التصنع ناجح تشوفهم في حياة تستمر بلا تصنع لبيك تشوفهم في حياة تستمر بلا تصنع بيعانون العفويين جداً بيعانون لكن مرضين ذاتهم ترى راعي التصنع ما هم مرضي ذاته تصنع 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 ومرضي اللي مشاهدينه ومرضيهم ومرضيهم لكن داخله مهم مقتنع والله مهم مقتنع وإنه هو ونفسه بينهم حرب ما يعلم أعدى من حرب البسوس ما تقدر تجمع بين الثمتين وتعيش حياة هادئة؟ ما تقدر حاولت؟ وشبيبها ما بيحاول كيف تتذم بشي ما حاولت فيه؟ لن يدري من إنه ضايع ما له لزوم مثل إنك تتصنعي طويل العمر إنك تصلي الصلاح على وقتها وانت وانت بتصلي الصلاح على وقتها مثل 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 أمور واجب ما في بالك الآن ممكن نسمعه؟ في بالي والله ودي أنك تنشدني ويعلمك أنا اللي في بالي ممكن قد علمتكم به واشتبي بس واذهب أنت تقول اللي في بالي دائما أقولها أبغل اللي في بالك فيها اللحظة في ذا اللحظة؟ اي نعم فديتك بشار ملفدك بس لا ودي أسمع بيتين بيتين واشتبي واشتبي من لبيات أحدد اللي في بالك في بالي والله يا ولد ما دري وشو بيطري علي للي بشاعر هذا لو أني شاعر أعطيتك بيتين كاميراتك قدامك الآن أعطي المشاهد اللي في بالك ايش تقول له هقول ميد المشاهد ما عليكم من اللي يظهر لكم على الشاشة تراكم شاطين مبرواحكم جدة شاطين مبرواحكم جدة جدة بعضكم يدور عليها 24 ساعة وما بعد رقت والدعوة هوايل 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 بنون نعم اي مشكلة عندك ربيز والسمع اي السمع شوي اي الدعوة هوايل وسع خطركم ولا تقعدون تقذون بعض المتسابقين لما أقولوا كلمة طيبة ولا على شحم على شحم وبس فكل ما يظهر على الشاشة لو رجع بك الزمان شوي للخلف بتشارك في هالبرنامج أشارك وين في هالبرنامج حدد كاريزما بنفسه متسابقين ولا متسابقين جدد بشكل عام لا أعلمني عشان أعلمني بنفس المتسابقين بشارك وغير المتسابقين بشارك اذا كانت الإجابة من بدايتك في أنت يعني ما كانت في بالي أني أقول بنفس المتسابقين وغير المتسابقين ذكرت فيه خلال حديثنا قبل شوي أنه القناة في حاجتي إيش الإنجاز اللي صنعت عشان تكون القناة في حاجتك الإنجاز اللي صنعته هي طوي العمر أني طايع ربي يطوي العمر الكل يطيع ربه إن شاء الله وما أن الله بظاهر وفي حاجتي يطوي العمر أني يقول لا إله إلا الله ويسمعها المشاهد كثير اللي يقولون لا إله إلا الله أنا داري أنا شفت اللي موجدين كلهم العشرين القناة كلها في حاجتهم واللي ظهروا القناة في حاجتهم أنا ما تكلم عن نفسي إن شخبوت بس هو اللي في حاجتهم كل ذا أخواني ذا اللي معي يلقناه في حاجتهم الأعلى مشاهدة الأعلى في الأورز الأعلى 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 هذا يطوي للعمر عند شخبوت فقط وعند أخواني بعد أيام إن شاء الله بمنافسة شرف أم لا وهم لا بالله بناسفة شرف وأنا أول الدعمين لهم كيف تدعمونت في البرنامج في الانسحاب من التصويت لا ظهرنا يطوي العمر من البرنامج بنشوفك في تصويت السبوع الجاي إن شاء الله بتشوفني بنفس المقطع أم لا مقطع ثاني مقطع ثاني وبأخذ الأول تفكر بالمركز الأول حرفياً يا شخبوت إن شاء الله بتشوفنا الظروف ساعدتك بإذن الله نحن هم ساعدة فلنا تخيل أنك مغادر للبرنامج ما ستقول للكاميرا تبين عيد الكلام اللي قبل شوي ذكرت التصنع معقولة شخبوت ما يملك إلا التصنع في عقلها الجميع يا أخوي أنا شخبوت شخبوت يطوي العمر عدوه اللدود التصنع خص لقده باخص الشخص والأحيانا ندري أني قد واجهت ناس متصنعين وممكنها مشت علي مثل ما مشت على ناس واجه لكن تبخص الشخص وهو متصنع هذا يسبب لك مرارة تشوفها قدامك يتصنع هذا يسبب لك شيء قوي فأقول للمشاهد أي شيء مهم في ذا البرنامج وبس حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أي شيء تشوفه صدقه بنسبة وإذا كان تشوف خطأ من شخص شف هما الشيء الزين لو تصدقه معلي منتبع على خسارة في شيء ترح في القناة خلال الأيام اللي طافت لا لا أنا أتكلم بشكل عام أما الشيء اللي تشوفه مثلا أحد مخطي أو أو لا تروح تدور وراه وتدور تسبب وتدور لكلام ما لك يزومون فيه هذا بس اللي بوضحه له قبل دخولك لبرنامج حسابك في الإنستجرام محاذف منا مقاطع كثيرة نعم وش السبب؟ السبب يطويل العمر قد قلتها في موضوع الشخص يطويل العمر يوميا أنا أمس فيها يمكن أشياء ندمت إن قلتها؟ ما هو بندمت كلمة ندمت خلص أنا تهديت الشيء هذا تهديت الشيء هذا وأدري أنك مقتنع بالشيء ذا لكن تحاول أنك تتحجر لي في السؤال لكن تبطي يا زياد لماذا دائما تجهز عصابة الراس قبل الفلقة؟ لأنني أعرفك أبخصك أنا أبخصك منذ الحين لا يدلون عنك أنا أبخصك كشخص طيب فأكيد أنك يا الشخص حتى في حياتك اليومية في عملك في أمور أنت وقتها يوم سويتها صحيحة ولو خلعتها صحيحة لكن أنت بي الأفضل الأفضل يوم جت فرصة البرنامج حذفتها حذفتها نعم حذفت بعض المكاتب أستأذنك شخبوط أريد أن أتبشانا معك شوي بسم الله أستأذن مخرجنا كذلك أنت ما شاوين ما عليك لك يشمعي تفضل الهم الوحيد اللي يأرق تفكير شخبوط وشو كيف الهم تفكير في إيش إن شاء الله ما بهم الأمر طيبة محمد الله الأمل اللي جالس يلحقه شخبوط ويتمنى الوصول له اليوم قبل بكرة إضاء ربي فإذا أرضيت ربي أرضيت خلقه واقتنعت بالقناعة عليك الإنسان بالقناعة ترى يا الإنسان دامك تسوي الشغلة بدون قناعة والله أنت تعب لأنك تبيش شيء هذا وإذا وصلت له ودك توصل لشيء ذاني لكن إذا اقتنعت يا الإنسان خلص ارتحت نفسيا هذه مش تصنع ومثالية لا إن شاء الله أنها من مثالية وإن كاني ما نيب الشيء اللي أنا بيأوصل له يا شخبوط إن كانه موفيني ودي أني أوصل إلى مرحلة القناعة التامة مليون بالمئة طيب الأمل الدنيوي اللي يودك تحصل عليه نجاح تتمنى الوصول له وش هو رضاء ربي وما بعد رضاء الله سبحانه رضاء ما بعده هي طول العمر الشيء اللي يجملك يا الواحد عند نفسك وعند ربعك وعند من يعارفك تشوف أنك قدمت كل اللي تملك في البرنامج ولا بداخلك الكثير إن شاء الله والله مهما قدم الشخص كل يوم أني طري له فكرها جديدة تدفعها للنجاح لا يقول الواحد أني وصلت ولا يقول أن عندي أفكار الأفكار تصنع في نفس يومك أنت تصنع لك سالفة أنت تدري بكرة وش بتسولف بسوال لا في جلسة طر واحد كلمة طرت عليك السالفة في نفس اليوم يطري عليك مثلا شغلة معينة أو لا تقول أنت قدمت أو عادك بتقدم هكيد أن الشخص يوميا عنده كل شخص عنده اللي يقدمه أفضل من اللي قبل اللي يخطفي حقك وش تقول له هقول لها الله يسامحك من مشاهد أو من إدارة أو متسابق الكل الله يسامحكم شف الإدارة مسموحين مية بالمية المشاهد بخليها بعد اليوم ما بهلا مية بالمية رحف سامحين سمح لي نطلع المسرح اللي تمنيتك معي في سبوع اللي طاف ولكن حظك كان أقوى من وجودك معي يا الله أكا الحم يا الله بحظ أخير من جهد يقول لها الأولي طيب بإسمك وعلى لسانك للمشاهد إن سمحت لي يا شخ بوط أسلم يقول شعوري ذا الليلة غريب كيف الحبيب يشكي حبيب أنا ملكتك وأنا فقتك ليتني لما عرفتك ما تركتك أنا ساري أنا ساري شخ بوط يا بي أتمنى لك التوفيق في أيامك القادمة إن شاء الله اللهم الله الموج أعلى من المركب استودعناك الرب حتى ننقاك وياك جعل عمرك طويل ويعلم الله أنودي أني مواصل معكم لآخر يوم لكن للظروف أحكام وإن شاء الله أنتم عاذريني لكن المشاهد إن شاء الله أننا عاذرين الله يسمح دربك وياك جانب أخر ولزملائك آسف ولكن حان الوقت لتوديع شخ بوط الدوسري في يمن لا يشكي جعل عمرك طويل الله يرعك يا درك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم